الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله عن عيشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة رقعتين فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه ول البخاري ثم هاجر ففرضت أربعا فأكرت صلاة السفر على الأول وزاد أحمد إلا المغرب فإنها بتر النهار وإلا السبح فإنها تطول فيها القراءة عيشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة رقعتين فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر منتح صلاة رقعتين فردو رقعتين فردو رقعتين فلنبون جمنون في رقعان بنا قرأي موك رأسا في رقعانوك سمرة صلاة نقنون في ترمنا حيك بنتحيم سمرة صلاة نقنون سرقوم متفق عليه هدين ركادة إمام البخاري حينو إمام مسلم ولي البخاري ثم هاجرا ففريضت أربعان وقررت صلاة السفر على الأول سمرة أبسك لديك رقع وإمام البخاري رحم الله مع جميع رقعته قرأي مو رسول الله صلى الله عليه وسلم بان حجرا في تكرون مكة تقن في تكرون مدينة هكبرأي مو كربنا تدحيجره نوك بان دا كتابكة جاء صلاة جمنون بحجاز صلاة دهور صلاة السنوات والسلت وكتابكة جاء بعد أسمال بحجاز وقررت الصلاة السفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة محمد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة